السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حباب قلبي عاملين اي يا رب ان شاء الله تكونوا بخير اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى قليل واضح بيه اجمعين وحشتون كتير 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 كل سنة وانتو طيبين وبخير يا رب وينعاد عليك ورمضان جاي ان شاء الله على خير هنعمل مع بعض بقى المعتاد زي المعتاد كل سنة المصريين بيحبوا يعملو كده اه الكحكي المصري اللي هو بالطريقة القديمة جدا بتاعة مهاتنا بقى وكده طبعا معايا يا جماعة خمسة كيلو دقيق اه حطيت عليهم اهوت اه سمسم انا محمصينه كده بحطة سمنة على النار لحد مدلنا لون كده اه وطبعا دي سمنة يا جماعة سمنة بلدي على سمنة النباتي عادي اه اه اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد دقيق خمسة كيلو والسمنة اه اه اتنين كيلو اه ونص المفروض بس احنا عملنا اتنين كيلو وربع علشان ما تبقاش الكحكي نعم قوي يعني اللي هو مش عايزينه اه كله سمنة كده ونعم قوي لا احنا بنحبه خشن شوية لو انتو بتحبوه ناعم يبقى تحطوا اتنين كيلو ونص على الايه على الخمسة كيلو يعني لو عملت كيلو كحك اه حطي عليه نص كيلو سمنة يعني النص يعني انتو بتحط كل حاجة نص اه طبعا هندخل كده الكحك في السمنة كده اللي هو ما يبقاش فيه حق اه حتة دقيقة من غير سمنة دي يا جماعة حطينا دي ريحة الموز وكمان هحط ريحة الجزت الهند بجد جميلة يا جماعة جدا يعني هي اساسي اصلا في الكحك عشان يطلع ريحة وكحك اللي هو لو احنا ما حطناوش اصلا مش هيبقى فيه ريحة كحك او كده اه طبعا هحط اه حماتي هيت بتحط نقطتين من من البانيلية السايحة يا جماعة نقطتين بس مش هنقطر يعني عشان السيلة بتبقى قوية شوية اللي هي خام بتبقى خام كده اه طبعا هماتي بتبس هيت مشاء الله الكحك هيطلع جميل جدا اه بتبس هيت عشان كل السمنة زي ما قلتلكو تقى تدخل في اه في الدقيق طبعا بنحط السمنة شوية بشوية يعني اهم حاجة جماعة برضو السمنة تكون مقدوحة اهم حاجة تقداحه السمنة جامد علشان ايه اه اما تحطيها على الدقيق تحس ان الدقيق كده يعني ايه متحمس كده ريحته بتبقى طالعة كده حلوة اما لو حطيتها في العادي كده مش هتبقى حلوة فنصيحة يعني اهم حاجة اه تقداح الزي السمنة اهو يا جماعة بتبس بس كله ببعدو وبردو بننزل لها السمنة هي اه واحدة بوحدة وحمد باشا مش اه مستحيل عجين يفوته اه اعمال بقى يلعب في العجين اهوت مش راضي يسقط خالص الاولاد كانوا فعلا فرحانين قوي كانوا متلمين كده مع ستهم وفرحانين بالا اه بعمال الكحت زي ما احنا زمان كنا بنبقى فرحانين قوي ان احنا بنعمل كحت وبسكوت والكلام ده طبعا هو يا جماعة نزلت ده دي اللبن وكان عليها خميرة بتحط مثلا كيسة خميرة او لو خميرة اللي هي البيرة دي بتحط القطعة اه او ممكن القطعة مع شوية اه خميرة فورية اه طبعا يا جماعة مش هنحط اللبن يعني مرة واحدة لأ شوية بشوية عشان نشوف عجنتنا لسه محتاجة لبن ولا لأ اه ونصيحة برضو ما تعملوش ما تعملوش العجنة كلها بلبن علشان يعني لازم انتحطوا مية علشان ايه تبقى العجنة كويسة وحلوة معاك شايفين اول هي بتبقى طرية جدا لان كل حاجة بتبقى سخنة يعني احنا ما حطناش هو اللبن دافي مش اللي هو مسخن يعني بس بتبقى العجينة يعني من السمنة وكده بتبقى دافية كده شوية ومن البسبسة وكده اه فانت هتحسي اصلا انها طرية وجرابي حتة كده اه وعدن وشيها كده هتلاقيها بقى مضبوطة معاك يعني هي مش محتاجة حاجة اعمل المقادير دي بالزبط وهتبقى معاك ما شاء الله اه احنا زودنا شوية من المية اها حماية التاجل ما شاء الله هي اه طبعا بيختلف يا جماعة دقيق من التاني انا عاملة دقيق خيرات ما شاء الله اللي هو كيستو خضرة كده اه انا جربت يعني انواع دقيق كدير بجد اه دقيق الخيرات دي جميل 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 في الكيكة وفي كل حاجة في كل المعجنات انا بحب اعمل بيه قوي قوي يعني فيه دقيق غالي عنه اه هو بتمانية جنيه يا جماعة اه فيه دقيق غالي عنه ومش مش حبيته او مش اه يعني ما دينيش نتيجة حلوة زي دقيق الخيرات دي ما شاء الله جميل جدا جدا. طبعا يا جماعة حماتي هتلمه هوت خلاص. شايفين? جميل قوي قوي يعني اللي هو طري وشكله جد حلو قوي. اه هنلمه بقى يا جماعة وهنحطه في كيسة. شايفين حماتي بتجرب النقش الاول هتشوفه يعني شغال معها حلو ولا ايه? وبعدين كيسة طويلة كده على قد ما انت هتعملك يعني المفروض تبقى كيسة بيده عشان تبقى مضيفة وكده. وتايه? وتحطيها فيها وتسيبيها يعني خمس دقايق كده. هنا دي كماعة مكسرات انا كنت ضرباها في الهانت بلندر. ودي اهيت اسمها ايه? ملبن مكورينه حط اه كور صغيرة كده بنشع. علشان طبعا ما يلزقش وكده. انت ممكن تحط البندق والوزو والكلام ده صحيح. بس احنا حبينا ان احنا نعمله النعم شوية. اهو يا جماعة احنا بقى بننقش زي زمان كده بنحب يعني اللامة كده والنقش والكلام ده حاجة حلوة يعني فرحة لوحدها. باللي هو المنقش القديم قوي ده. شايفين? في حاجة اسمها دغاطة يعني بضغطي بيها كده تطلع لي الشكل. حلوة كويسة برضو. في ناس كمان بيجيبوا اه حاجات مخرمة كده اللي هي زي اللهم صلى على النبي المنخل. المنخل. اه بيحطوه عليها كده ويضغطوا ضغطة برضو بتعمل. هي بقى شكلها جميل برضو. اهو يا جماعة تنقش اي شكل انت عايزاه. يعني هي هو متعب شوية بس ما شاء الله الفرحة حلوة والشكل بيطلع عجميل. احنا كده هو جماعة بنعبيها هوت. بنحشيه يعني. الحشو ده بيبقى زي ما انت عايزها. وكمان فيه ممكن انت مش حايز حشو فيه ممكن ما تحشويش عادي. بس طبعا الحشو بيخليه جميل جدا. بص احنا مكورين الكور صغيرة. لقى الكحكة تطلع حلوة وشكلها حلوة كده مش تخينة ولا حاجة. بنكور كله كده واحدة اتكور. اه حماتي كانت بتكور لنا. اوقات انا كنت كنت بكور مع حماتي. يعني بنساعد بعد كده اللي يتهب من حاجة نعملها. اه وممنا كانت بت عبي اللي بتاع الحشو كده واللي ينقش وكده. لحد ما خلصنا بجد كان يوم جميل قوي. وطبعا العيد ما بيحلاش الا بالكحكة والبسكوت والسقسقة بقى اللي احنا عارفينها دي ات اول يوم العيد. وبص يعني احاجات ذكريات جميلة امرنا ما ننساها. شايفيني يا جماعة النقشة? كل واحد ليه طريقة في النقشة وكل واحد بيعمل اشكال مغينة. فهتلاقوا بقى ايه? النتيجة حلوة ومبهرة جدا. كنا زمان طبعا بنعمل يعني بنص شكارة وبنعمل كتير. يعني انما دلوقتي يعني خمسة كيلو دلت كتير قوي. شايفيني يا جماعة الشكلة هوت في النهاية? شكله حلو جدا جدا جدا. والنقشة شكله جميل قوي. احلى من الكباسة اللي هما اللي هي جديدة دي. لأ فعلا النقشة كده والفرحة بتبقى جميلة. انك تدخل الفرحة على اولادك كده ويعودوا يعملوا معاكي. اه فرحة فعلا جميلة. وبتحسسوهم بالعيد واحنا طبعا ايام ان هو حظر وما فيش خروج والكلام ده. فعمل للاولادك يعني حاجة لو بسيطة. يعني جربي. لأ يعني بعض المرة دي هتجربي المرة الجاية ممكن يزبط معاكي وكده. طبعا يا جماعة ندخلها بقى الفرن. وانسويها مسلا على درجة مية وتمانين. لو انت هتعملي في البيت او كده. اه او يعني هتسويها على نار مطاوسطة. علشان برضو ما تحرقش منك او تنشف او كده. ومش هننسى طبعا حبايبنا. انهم يدوقوا بقى الكحي الجميل ده. اه طبعا والله احنا كنا بنعمل بالليل. واللي هو خلاص يعني العجينة خلاص يعني عخ نص ساعة وهتخمر. اه فهنعمل ايه لازم ان اه نعمل على طول. نكبزه على طول. اه فطلعنا بقى في السطح وقعدنا للساعة ستة الصبح ما نمناش. برضو بتبقى فرحة. يعني احنا صهرانين هون ما نمناش بس بتبقى فرحة كويسة قوي. يعني ما شاء الله ربنا يفرح كل قلوب الناس يا رب. وعيد سعيد ان شاء الله على كل المسلمين. ويا ربي كده اكون اه افتتكم باي حاجة لو بسيطة. اه والفه انا يا رب على هيكلو. ويا رب اه يعني تشجعوني كده وتعملو اللايك واشتراك. واتفعل الجرس لو انت اول مرة في القناة. آآ علشان كده تدعموني كده وتخلونا عامل حاجات حلوة تانية. يعني الواخر يتعف في الفيديو. في يعني اللايك مش هيتعف حاجة والله. مش هيفرق معاكي. انما هيفرق معايا. هاتبكوا بقى مع الجمال ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.